ان شاء الله يا جماعة الانهاردة هل يتكلم مع بعض في موضوع الانترناشناليزيشن في ال ايد اف يعني ايه الانترناشناليزيشن ان اليوزر اللي بيستهدم الابليكيشن بتاعي يقدر يستخدمه باكتر من اللغة يقدر يخليه عربي يقدر يخليه انجليز يقدر يخليه اسبالي زي ما هو عايز طيب احنا شفنا الحاجات دي ابليكيشن اه طبعا يعني مثلا اشهر موقع حاليا انت بخش عليه كل يوم موقع مثلا زي موقع فيسبوك الموقع ده قدامي شايفه التكست اهو مكتوب الليبل بتاعه بالعربي البريد الالكتروني او الهاتف كلمة السر كل ده بالعربي قدامي هلنقدر اخلي الكلام ده بالانجليزي ساعتها انا كيوزر للفيسبوك ان اليوزر اللي قاعد على الفيسبوك يقدر يخليه عربي او انجليزي او اسباني او ياباني زي ما هو عايز مش عارف حد عملها بخدر او لا هتلاقيها تحت هنا هيا اقدر اروح اخليه مثلا انجليشن كل الليبلز بتاع العناصر اللي على الصفحه هتتحول قدامي يتبقى انجليزي بمعنى ايه بمعنى اللي هتظهر قدامك دلوقتي اهو كتاب لك هنا ايه كتاب لك هنا ايميل او فون بعد ما كانت البريد الالكتروني والهاتف لا الليبلز اتغيرت الليبلز الموجودة بتاع العناصر خد بالك من الكلام الليبل هو اللي تغير ما عليش سؤال بسيط جدا طب هو الليبل اللي تغير قدامي انا هنا لما جا اكتب هلا لما مجبر اكتب عربي او انجليزي انا حر يبقى اليوزر شكل البرنامج بقى عربي او انجليز الشكل الليبلز لكن الانترز المدخلات الليوزر هيدخلها هو حر يدخل بقى عربي او انجليزي هو حر انا كمبرمج انا كمبرمج عايز انا نفذ الموضوع اولا انا يهمني الليبلز بتاع العناصر دي الكلام ده انا عايزه يظهر بناء على اللي هو اختاره لكن هو بقى يفصل مثلا انا كتب له first name اما مدخله ايه مدخله ابراهيم او ابراهيم هكقول لي ايه 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 ازاي الاول يبقى عربي الانجليزي هو يدخل هو حور انا اتحكم في الليبلفقط الكلام ده مبدأ مهم جدا يبقى انا كمبرمج اتحكم في الشكل في الابلز لكن الانترز ستبع اليوزر عايزا دخل عربي هو حور عايزا دخل انجليزي هو حور يبقى اذا انا عايز عملك الابريكيشن بتاعي او البرنامج اللي انا هتديدل عملك بتاعي يبقى بهذا الشكل. يقدر اعمل له زرار عربي زرار انجليزي يتحول يبقى زي الشكل ده بالزبط. بصي كده. انا مسلا ده موقع يعني ابل كيشن خلال صغير ده هنعمله مع بعض من الاول بس انا عايز اوري لك احنا عايزين نعمل ايه? علشان اللي اعني مش متخيل الموضوع معي يحاول يتخيله معي. فانا عايز اعمل الشكل ده بالزبط. ده القبلي كيشن الماء بتاعي اللي انا عايز اعمله. افترض معي مثلا ده سفحة لوجن. فتح بالعربي اسم المستخدم كلمة السر. جميل هقولي فا دي ليه? ليه دي مش متحوله? هقولك ليه في الشرح ان شاء الله. هنا هكتوب له ايه? اعمل له هنا زرار انجليز او عربي. هو هنا فتح على العربي هنعرف ليش معنى العربي. ليه ما فتحش انجليز هنعرف. لكن لما اضغط على ان اللي هيحصل. اول حاجة تلاحظها ايه? كل حاجة شماء. واللابلز دي تغير. ولما اضغط على الاربك كل حاجة تيجي يمين. اهي. واللابلز تتغير. وبردو لما اروح مسلا على صفحة تانية الاقي فيها الليبل اهو اسم الموظف. لكن لو رجعت باك. وامك عامل اي ان. يمكن موقع بتاعي بقى المفروض انجليزي. واروح هنا على الصفحة بتاعت بيانات للموظف هنلاقيها المفروض? اهو. وصلت الفكرة. اه. انا عايز بقى الابليكيشت بتاعي يبقى كده. عشان انا حبيت ادل المسال البسيط ده. علشان اللي ما هواش متخيل معي الوضع هيبقى عامل ازاي هو ده الوضع النهائي. ان اليوزر بتاعي هو حر. انا عامل له بقى زرار عشان يحول عربي زرار عشان يحول انجليزي. والليبولس يتغير. لكن هو الوقت انجليزي اهو. حال ده يمنع اللي هو يكتب ابراهيم. بيقول حفز ولا بحس ولا ولا ولا. لا طبعا ما يمنعش. حاجة زي دي بقى. نعملها ازاي. بص انت لازم تعرف الفكرة في ايه. لازم نعرف ايه الهيانة. ايه فكرة الانترنسي للعيزيشة. بص معي احاول نوضحها مع بعض ان شاء الله. اتخيل معايا. اننا ايه الصحة بتاعتي اهي. وانا حطت فيها. او انبو تيكست. ودا الليبول بتاعه. هو ده الليبول بتاعه. انا في الانترنسي ما يهمنش اللي هيكتب هنا. اللي هيكتب هنا. ده شأن مين? ده شأن اليوزر. اليوزر يدخله زي ما هو عايز. انا يهمني شكل الابليكيشن اللي هي الليبولس ده. الليبولس دي دي لنا المفروض ان اليوزر بتاعي لو اختار تبقى عربي لو اختر انجليزي تبقى انجليزي الفكرة في ايه الفكرة بمنطقة البساطة انا دلوقتي لو انا رحت على خاصية اللابل بتاعت الابو التكس وامتكتب فيها يوزر نيم وهو كده يا باشا حجرتك ثبتت كلمة يوزر نيم نهائي كده كلمة يوزر نيم عربي او انجليزي كده كده هتبقى ثابتة انا لو رحت هنا هو في اللابل وامتكتب يوزر نيم كده بقت على طول يوزر نيم صح ولا لا لو انا كتبت اسم المستخدم بالعربي انا قمه برضو اصبحت في العربي يعني بقت ثابتة سواء انجليزي انت ثبتتها سواء عربي انت ثبتتها خير الوضع هيبقى عامل ازاي حد يفكر معايا نقدر نعمل ايه مثلا انا عندي دي فكرة كويس انا اقدر مثلا كلام بالعربي احطه في الفايل ده ده مثلا فايل واحد واكتب هنا ده العربي اكتب هنا اسم المستخدم واروح على فايل اخر اسميه F2 واحد يقول لي هو انا ماينفعش حطوم في فايل واحد ينفع يا سيدي ماشي واحد يقول لي هو انا ماينفعش حطوم في data base يا سيدي ينفع ما يجراش حاجة اعمل جدول في عمودين عرب وانجليز لا يوجد اي مشكلة بس احنا منوضح الفقر يعني اكتب هنا اسم المستخدم جميل اسم المستخدم واجه هنا في الفايل التاني اكتب ايه user name طب دلوقت السؤال طيب انا ازاي هجيب من هنا او ازاي اجيب من هنا ساعتها بها دلوقت حضرتك المفروض تكتب كود الكود ده يعمل حكتين المفروض يشوف اللغة بتاعة البراوزر دي كما او يشوف ال user ضغط على زرار عربي ولا زرار انجليزي صح او لا سواء كده سواء كده كده الخطوة التانية سواء ال user ضغط عربي او ال browser او ال user ضغط انجليزي او ال browser انجليزي انت في الحالة التانية هتقرأ من الفايلات لازم تقرأ لو هو عربي تقرأ من هنا لو انجليزي تقرأ من هنا ده كلام واضح يعني انا دلوقت المفروض ان انا اكتب اكتب التلام ال انجليزي واكتب كود علشان يشوف البراوزر هو عربي ولا انجليزي او ال user ضغط على عربي ولا انجليزي وبعد كده اقرأ من الفايل ده او اقرأ من الفايل ده او انخش بقى في اكواد وانخش في تلام منه الفكرة صح ان انت تفصل سواء على حالة البراوزر سواء عربي او انجليزي يا اما اقرأ من هنا ويبقى كود اراية بكتبه واكواد انا هكتبها لكن هو ما ينفعش سهل شوية يبقى الموضوع سهل شوية او ينفع ازاي ادي ال input text اهو وادي ال label بتاعه اهو وهعمل هنا فايل علشان العربي وهعمل هنا فايل علشان الانجليزي واكتب هنا اسم المستخدم واكتب هنا يوزر نيم ولكن بدل انا مكتب كود علشان اقرى من هنا او اقرى من هنا لا انا هحط حاجة في النص الحاجة دي تقدر تقرى من هنا وتقدر تقرى من هنا ومش كده وباس الحاجة ده ايه اول ميزة فيها ايه ان هي تقدر تقرى من الفايل ده وتقدر تقرى من الفايل ده كان ميزة فيها ان انا مش هقولله شوف لو عرب اقرى من هنا لو انجليز اقرى من هنا لا انا مش هقول له كده هو فهم لو وحده يعني لو شاف اللغة بتاعت البروزر عربي يقرى من الفايل بتاع العربي لو شاف اللغة بتاعت البروزر تقرى من الفايل بتاع انجليز ده لوحده من ثم اقول له ايه وعحد Amazon وبناء علي انا بقى بدل ما اجيب الكلام حسنا تجيبه من هنا في النص انتجه الحاجات من الفيل وتودها هنا اذا جاءت عربي في حاجة من الفيل وتودها هنا لا، انا اقرأ من هنا او من هنا لا اقرأ جاءة في النص الميزة التانية كمان بتشوف لغة البراوزر لغة البراوزر لو عربي تقرأ من هنا اوتوماتيك و تجيب الكلام هنا لغة البراوزر لو انجليسي تجري الكلام هنا و تضعه له هنا كل الكلام ده الواحده بالظبط فهذا عايزين نعمل الموضوع ده و عايزين نعرف هو بيتعامل ازاي بمنطقة البساطة واحدة واحدة خير نعمل قبل كيشة جديدة هتسميه مثلا EDF امتر نشو نوانزيشة نيكست 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 هاي برضه سؤال ممكن حد قبل ما بكمل هايقول لي باش مو عند السوا مش اليد اف كنت قلت لنا زمان اللي هو بيترجم لوحده او اللغة بيدعم اكتر من 24 لغة اه كل الكلام ده في الرسائل الرسائل بقدر تطلع عربي لو لقى البراوزر عربي تخرج عن الانجليزي لو لقى براوزر انجليزي فيه كومبوننت بلت اللي فعلا هو اليد اف الكومبوننت دي تظهر بالعربي وتظهر بالانجليزي على حالة اللغة بتاعت البراوزر اللي هي اللوكال ده فعلا انا بالوقت بتكلم عن ايه اخوانه انا بالوقت بتكلم عن حاجة معينة ايه انا عايز اترجم بمزاجي دي عمئين مزاجي يا اخي انا بالوقت عايز بجل ما يكتوب لي بجل ما يكتوب لي اسم المستخدم انا بقى طلبة معايا بالعربي اكتوبها له كده اسم ايه المستخدم انا حور انا عايز ترجم على مزاجي لكن فيه فعلا كومبوننت يا اخوانه ورسايل في اليد اف بتطلع مترجمة لواحدها انا بالوقت بتكلم عن موضوع تاني ايه هو انا عايز اترجم بمزاجي انا عايز اللابل اللي على الانجليزيكست ده يبقى بمزاجي عايز انا ترجمه واصلا الفكرة اه فافصل ما بين حاجة انا عايز اعملها بمزاجي وافصل ما بين حاجة ايه اليد اف بيعملها بمزاجي بيعملها لواحده اللي هو بيعمله لوحده وخد طرخيره كومبوننت بلت ان رسايل اللي بلت ان بتطلع لوحدها بمترجمة بمترجمة كل ده خد طرخيره انا الوقت بتكلم عن ايه على ايه باتكلم عن حاجة انا عايز اعملها بمزاجي عايز انا نكمل عايز اعمل السطحة الاول شيء طبيعي نيو نعمل سطحة جي اس اف جي اس اف جي اوكي هعمل في ايه هكتب فيه لوجين بيج محتاج بين اه طبعا محتاج بين لان انا هعمل زرارين بالزرار الاولاني هكتب فيه قوت بتاع العربي يحول اللغة انا محتاج فعلا بين وفي الحالة دي نحطها في باكيتش ونقول اوكي بكده تبقى الصفحة اتعاملت قدامنا والبين بتاعتها زي ما انت شايف اتعاملت اهيا يبقى دي الدكنجي بين بتاعتها ودين الصفحة بتاعتنا ايه فاين عايزين نعمل ايه كمان عايزين مثلا نحط زرار اوه ادي واحد ادي التاني ادي انبوت تيكست ادي انبوت تيكست ادي انبوت تيكست نروح لحصاصه اكتب عليه اي ان وكمان حصاص الستايل بالبرا نقدر مثلا نخلي اللون ازرق نخلي الفونت بتاعه ونخليه بوردر تمام ونقدر برده نبادل بتاعه نخليه سبعة موسى ونروح برضه على الزرار ده الزرار ده هنكتب عليه اي ار عربية يعني نغيب ده حصاصه كلها كده طبعا ها الاسكن بيحل الموضوع ده اا بس ايه موضوع الاسكن مش موضوعنا فهاجي اين اهو اضحة اعملك الزرارين اهما وهنا اللابل واحد وهنا اللابل التاني تمام قبل ما ننسى انا محتاج كود فاذا نضابط كليك ده اي ام افشل ده الميسود بتاعته القود ده اللي هيكتب هنا هو القود اللي هيخلي لغة البراوزر انجليزي بالعرب تمام بكده يعني احنا عملنا الشكل اهوا تمام يبقى بمعنى كده ان الرسمة الاولانية اهي يبقى انا كده دلوقتي الشكل ده جاهز معايا اهوا الحمد لله تمام طيب لو اسلك ايه الفايلات دي الفايل ده والفايل ده هال دول هعملهم ازاي ولا حد عشان تعملهم مسلا تعال نعمل باكيج الهات وانا بخير ما يبقوا يعني سادح ما ده احلق نعمل مسلا باكيج جاهزة باكيج نسمي هزي الباكيج فايلز ونقول اوكي عملنا باكيج اهيان الباكيج ديان كعالة نعمل فيها الفايلات بتاعنا الفايلات اللي هي اللي هي ده الفايل انجليزي والفايل العرب الفايل ده بيتعمل ازاي ولا حاجة انا هروح عليه اقول له general file اوكي الفايل ده بقى هل مسلا اسميه مزاجي يعني انا حورد اسميه احمد علي عباس اه اسميه زي ما انت عايز ولكن له قواعد في التسمية ايه هي قواعد التسمية انا هقول لك تعالى مسلا هسميه اي حاج الاسم انا هكتبه ده مسلا ميسجز اندرسكور اي ار دوت برو بيرتز خد بالك من الاسبل تمام اسبلنج مهم جدا خد بالك من الاسبلنج ايه بقى هو ده باش مهندس شكل سابت لازم التزم بيه بص يا سيدا كلمك مش سابتة انت حور سميها احمد علي عباس اي حال ليه قال لك لان الاسم ده هو هو اسم البيز نيم يعني ايه البيز نيم هتعرف دلوقتي ده اسم مشترك مشترك ما بين نين ما بين الفايل ده والفايل ده واضحة الفكرة يبقى ميسج كلمة ميسج كلمة احمد علي زي ما احنا قلنا سميها اي حاج يبقى اذا كلمة ميسج بقولوا عليها البيز نيم وبعد كده بعد كده بحط اللوكال اللي انا عايزه ايه البيز نيم واللوكال ده على فكرة مش اختراع يعني دي حاجات سابتة ومعروفة ايه الفالد لوكال مثلا ايه لو هو مثلا ارابيك لو عملت السيرش على الانت سيطلع حلق ارابيك ايه يبقى اي ار انجليزي اه اه تبقى اي ام يعني الكلام مش ايه الكلام مش اختراع الرجل قال لك ايه قال لك حط هنا البيز نيم اي اسم يعجبك ميسج واندرسكور اي ار اللوكال بتاعه ضد بوربيرتس تمام كده الفايل لازم يبقى امتداده بوربيرتس طيب خد بالاسم ده هو بيخليه معاك قوله اوكي اعمل فايل اخر نو فايل اوكي نسميه ايه برضو ميسج ولكن اللوكال تتغير ان وعرفت بقى انا جايب الان الان والان والان ايه المشترك بينهم الاتنين طبعا جوت بوربيرتس واسم الميسج لازم يبقى مشترك ما بينهم ما ينفعش بقى في اختلاف يبقى ايزا اسم البيز نيم وده اسم مشترك بين جميع الفايلات الاندرسكور اللوكال بتاع الفايل عربة ولا انجليزي ولا 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 جوت بروبيرتس ده امتداد الفايل يقول له اوكي انت كده عندك فايل او وفايل او تعال بقى فايل الان هنكتب في ايه قالك مثلا هكتب في اللابل بتاع اليوزر نيم بكذا اكتب هلو ازاي انت حر بس انا افضل هذه الطريقة قول له label dot user name بيساوي اه انت عايز بقى اللابل يبقى مكتب في ايه عايزو يبقى مكتب في كلمة user name بالضبط ايه انت حرر اكتب مقى ان ممكن تشيل label dot دي عادم مش مشكلة ممكن تخليها user name بيساوي username على طوق مع الامعانة غير بقول له ايه بقول له بقول له ان اليوزر نيم خلهولي بهذه الكلمة طيب هناك AR هي هيها بس بقول له لا اليوزر نيم ما تحطوا ليش فيها كلمة يوزر نيم قمال خليها لي اسم المستخدم جميعا فكده ADFile و ADFile حلو انا عارف ان في ناس قاعدة قدامي مش عارفة انا ليه خليك ميسج هنا و ميسج هنا ليه ليه لازم يبقوا زي بعض ليه هقولك دلوقتي طيب يبايزا لحد كده ايه فايلين بنفس الاسم لا مختلفين في اللوكال فقط ودود بروبيرتز حطيت فيهم ايه حطيت فيهم اسم اللابل اسم اللابل يوزر نيم والقيمة بتاعته جميلة وبعد كده يجي دور مين هه ايوا ده هه ده حلقة اللي في النص اللي ما بين ال Input Text وما بين الفايلات دي ده بيقوله عليه اللوود بنض بيتعمل من اين؟ اهو ده نقدر نروح نروح نجيبه اهو ده بقى حلقة الواصل اهو عربي لوت بندل اهو جيبوه حطوه على السلحة عدي قمت شوف هيقولك ايه هيقولك ايه هيقولك ايه هو الاسم المشترك بينه ايه واحد يقولني هلسه عاملينه ايوه فعلا ولكن ما تنساش كلمة فايلز وبيقولك هلقيه فين هلقيه في فايلز فايلز دوت ميسجز كتبينها صح فايل ميسجز اوعد 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 اكتوبها غلط لانها مش هتشتغل طيب وبعدين نقولك اسم المتغير اللي هيشاور عليه المتغير ده بقى تعالى كده نكتوبه هتخليه مثلا مثلا حل المتغير ده لازميته ايه هتشوفه دلوقت لازم تشوفها عامل كده يبقى انا كده ايه قلت له يا لوت بندل نعم انت هتجيب من هذا الفايل حل وهو بقى عليه حدد لو اللغة عربي يجب من الفايل العربي لو انجليزي يجب من الفايل انجليزي طب ايه ال variable ده هتشوفه دلوقت miss انا بسميه miss جميل واحفظ وبعدين حطوله قبل الاخيرة ايه اروح على العنصر ده اروح على اللابل بتاعه كل ما ديه لو انا بزمتك ده كلام اللي اخونت بقوله في الاول يوم انت راح مخليها user name كده طب موقيت حجرتك بقت user name على طول الى الابد صح او لا هجيب user name على طول مش هتغاق طب لو خليتها اسم المستخدم طب هتبقى على طول اسم المستخدم واضحة لا انا هقوله روح هات من اللود بندل ازاي اهو miss اه 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 شفت الفارية بلوكت لسه خاتبو دلوقتي بتاع اللود بندل اهو اهو miss بيحتمى على ايه جوه اه اه على user name واضحة الفكرة اه فهو هيجيب هيجيب من ايه من جوه الفايل هل هو اهلا لو لطوله عربي او انجليزي لا هو هيحدد لو هو عربي هيروح يجيب user name بتاع العربي لو هو انجليزي هيروح يجيب user name بتاع الانجليزي وصلت كده الفكرة وصلت كده الفكرة تمام اهو جميل جدا احفظ نيجي بقى للخطوة الاخيرة ايه اهو حضرتك ايه ايه اليوزر لازم يختار العربي انجليزي اه كده عشان عربي او انجليزي عشان اللوت بلد ليفهم لازم تخليه للغة البراوزر او اللوكال بتاعه اللوكال بتاعه لازم يبقى ايه يا عربي انجليزي ايه هو القود ايه انا بستخدمه عشان يحول من العربي او انجليزي او الكلام ده كله ايه هو القود ايه القود اهو يا سيدي هروح بقى في البيان اهو اهو ادي الان الكود بتاعك اهو عملنا ايه الفيسس كونتكست كنا شرحناها قبل كده في الكورس بتاعنا عبارة عن ايه حطيت هنا متغير نوع استرامج حطيت فيها اللوكال اللي انا عايزه اللو هو الان ومع فيها فيه ابجكت فيه في الجافة اسمه لوكان لوكان لوكال لوكان بيسو Mirror بحط في اللغة انا عايزها بالان وبعدafter هده يقول له حطي اللوكال بتاعك engine البراوزر بالان بالان بتاعك انجليزي لكن هنا لو انا عايزة يخلكه بس عربي هروح بس اخلي الان اخليها ونفس الكلام هيحظر الفيسس كونتكست بعد سهيعم احمي الاجبجة من اللوكال بتاع اللوكال لقونا اللي هو عبارة عن object موجود جاهز مفيش في مشكلة وبعد كده بغير باستخدام الميسد اللي اسمها 6 local باللوكال اللي انا عايزه اللي هو ER وبعد كده اتيرنال جميل كده خلاص الموضوع ممتهي كده الرسمة اللي احنا عملناها خلاص انا كده ربط تمام باستخدام ال variable اللي اسمه miss تمام يبقى ده ادي الرسمة بتاعتنا احنا عملناها طيب تعال بقى نشوف الرم بتاعنا هل هتتنفذ ولا بقى واحد يقول لي فبقى one is نعم ال direction يعني لو عربي يجي يمين لو انجليزي يجي شمال تعال نشوف يعني متستعجلش تعال نشوف الا ياسم اه اه حد يقول لي هي هو الهي هنا انه هو username لكن لما فتحت عالبراوزر اسم المستخد حد يعرف لو هو راح شاف اللوكاة اللي بتاعت البراوزر لها عربي فام عمل ايه ام رايح مختار اسم المستخد لا ومش كده وبس جاب لك السفحة كلها على يمين اوتوماتيك يعني مش هكتو كود علشان ابدأ رقشة بتاع السفحة لا طيب لما اقرط على اي ان ان اللي يحصل كل يجي يمين وتكتب لك هنا user user ايه user name واضحة الفكرة اهو كله بقى على هذا المنوع حجرتك قلب عايز تترجم بمزاجك او زي ما انت عايز بتمشي بهزي الطريقة وبرضو واحد يقولي طب بالنسبة للباسورد الباسورد ما نفسي الكلام هنعمل ايه حد يقولي هروح هنا اوه هنا اوه اعمل ايه ام جاي كده اوه ام حاطت هنا اوه اشيل بعديا باس وورد ومهن تكلمك يوزر نيم اخليها باس وورد احفظ واروح على هنا اجيب هذا الفايل اهو واشيل العرق الانجليز بتاعه واخليه كلمة السر جميع واحفظ طيب وعدين اروح باخد دي خيدة كوبي هتعرف ليه طيب تعالي ايه دي هنعمل فائديا هروح على الخصائص بتاعته لابل البقى ما اروح بقى واعمل ايه اكسبريشان لانجليز هنجح هنا هون هاد اليوزر نيم اهي اخد دي خدا اوه واروحين اوه اهو واخدين اوه واخدين اوه هكسب برضو يوزر نيم برضو هه مزه هتبقى اناه لابل باسورت مزه هتبقى اناه لابل باسورت لابل باسورت لابل باسورت ونحفظ ونعمل run ونشوف ايه ترجمة انت عايزها بتروح تحطها في الفايلات بنفس الطريقة اللي احنا عملناها اخد دا لك ايه فيه حيات بتبقى غلط في الموضوع دا ايه اسماء الفايلات لازم تراعي لازم تراعي لازم يبقى صح ماينفعش يبقى هنا بيبقى هنا مختلف لا غلط ماينفعش اللوكال يبقى غلط لازم تلاشاها وتاخد بالك منها وانت شغال اوه كلمة السر اسم المستهدن لما يضغب هنا انجليزي اللي هيحصل كله هيتعكس هيجي هنا اوه كمام وكل دا هيبقى يوزر نيمو ايه ويه باسورد يعني كان مثال يعني مثال بسيط ولكن اس على كده بقى اي حاجة اي حاجة انت عايز تعملها والله لو يعني لو الف صفحة بطيبش بهذا الشكل اي ترجمة اقول تاني اي ترجمة انت عايز تعملها ببزاجك انت بتعملها بهذه الطريقة واضح ان الموضوع ساهل مفيش في اكواد كمام قبل قوله برازيلو والماني وياباني وصيني وهندي كل اللغات دي بتعملها فايلات بقى بس اللوكال هيتغير يعني هنا العربي هنا الانجليزي دي اشهر لغتين في الالماني يعني بتشوف اللوكال بتعمل ازاي وتحطه وتعمله فايل بس ترجم الكلام تخليه الماني ولو ياباني تروح بقى ترجم الكلام تخليه ياباني على حسب ده ايه الحاجة اللي انت عايزها طبعا ده الفكرة الصحيحة اللي احنا بديمش عليها ارجع تاني واقول الاد اف في رسائل بتطلع اوتوماتيك انت مش محتاج تترجمها في built in component بتطلع اوتوماتيك بترجم عربي او انجليزي بتطلع اوتوماتيك انت مش محتاج تترجمها ولكن تاني والمرة العشرة بقول ده انت بتستخدمه علشان الحاجة اللي انت عايز تترجمها بمزاجك فقط معايا يعني كمان من الله سبحانه وتعالى لانا اكون وضحت الفكرة باسدوب سهل والحركة لو عايزين اي حاجة لقاحت امروكو الايميل بتاعي اهو والتليفون بتاعي اهو شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا